أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل المتابعين متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطية الخاصة هنقل لكم فيها بعض المعلومات عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق في محافظة القاهرة هتكون لمدة 15 ساعة تقريبا أعلنت شركتين مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق في المحافظة وهي عرب الجسر عرب الطويلة وسط المدينة بالمطارية منطقة الشراتون الملتقى العربي الكلية الحربية الحي العاشر صقر القريش الواحة شارع متولي الشعراوي والسويس ريبي وأرض الجولف والإمداد والتموين ومساكن رامو ووضعت المياه يعني عن باقي المناطق مناطق المحافظة محافظة القاهرة لمدة 15 ساعة اتداء من الجمعة المقبل من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة تمانية من صباح يوم السبت وأشرت شركة المياه في بيان صحفي أن السبب لقيامها بهذا القطع هو تنفيذ أعمال تحويل مصار خط المياه قطر 1200 مليمتر الخارج من محطة مسترد ونشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات أن هم يوفروا احتياجاتهم من المياه خلال الفترة اللي هتكون يعني الجمعة اللي جاية من الساعة خمسة عصرا حتى الساعة تمانية صباح يوم السبت القادم وزي ما قلنا لحضراتكم أنه هتكون المياه منقطعة لمدة 15 ساعة كمان أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع الخدمة يوم الجمعة المقبل عن عدة مناطق هي وسيم ناهية صفت اللبن شنباوي بورتوس ويعني أيضا ضعفها ضعف المياه في مناطق المناشي البلد الجلاتمة بهرمس وزات الكوم هيكون من الساعة العشرة مساء حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت القادم وده يعني بسبب برضو بيرجع لربط خط مياه الشرب قطر 900 مليمتر والخزان ضمن المشاريع القومية الجالية تنفذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الأرضي بمنطقة أرض اللواء كمان بتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب هتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التعطية من تليفزيون يوم السابع نقلنا لكم فيها كل المعلومات الخاصة بانقطاع المياه خلال يوم الجمعة اللي جايب نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء